وفي قصر ميناء أيضا بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبو ظبينا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودية مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقاومات متعددة أساسها التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة بجانب توافق الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا كما تناول سموهما مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعيتها على أمن شعوبها واستقرارها